أعراض الكوليرا الإسهال، القيء، ارتفاع درجة الحرارة هذه الأعراض قد تكون مشتركة لأمراض أخرى التسمم الغذائي ربما مشابهة نفس الأعراض التهاب الأمعاء ربما أيضا أعراض مشابهة كيف اليوم المصاب بالكوليرا ذوه؟ كيف يستطيعون أن يفرقوا أن هذا كوليرا أو غير كوليرا؟ عادة طبيا بما أن المرض متوطن ووجود حالات بأعداد كبيرة فعادة الأطباء يكون لديهم ضوء أحمر أن المرض المشكوك به بالدرجة الأولى هو كوليرا وبالتالي يجب معالجته على الفور والعلاج السريع له هو محاولة إعادة توازن الكهارل أو ما يسمى بالألكترولايت أو بالأملاح الموجودة بالدم من خلال الأرواء الفموية البسيط وبالتالي هناك مساءل بسيطة جدا ممكن معالجة الإسهال بها أو معالجة ما يخسر الجسم من هذه الألكترولايت أو من هذه الأملاح المعدنية بالتالي العلاج بسيط جدا من خلال هذه الباكيتات الأرواء الفموية خاصة في الأطفال طبعا معاه هو مضاد حيوي يعطى مضاد حيوي وهذا مشهور جدا في العراق يعني حالات الكوليرا تظهر بشكل كثير خاصة في الصيف نتيجة تلوث المياه ونتيجة وجود هذه الجرثومة المشكلة الحقيقية هو إحنا في 2022 وما زلنا نعاني من الكوليرا هو هنا المشكلة أنه مع التطور العلمي مع وجود كل الإمكانيات لمحاولة السيطرة على هذه الجرثومة لكن تظهر مرة أخرى سنة 2017 أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تحاول لحد سنة 2017 أن تجعل الوفيات بمرض الكوليرا تصل لحد أقل من 5% وهذا من خلال مساء تتعلق بالأرواء الفموية في العراق أنا أعتقد نحن نحتاج إلى مسألة مهمة جدا يعني تعرفون حضراتكم يعني والمشاهدين يعرفون يعني إحنا أصابتنا كورونا ثم الحمى النزفية ثم الآن كوليرا هذا يعطي انطباع أنه هناك مشكلة حقيقية في المسألة المؤسسات الصحية في العراق ومسألة تناولها للمسببات المرضية والمعدية وأنا أعتقد الحل الحقيقي هو في إنشاء هيئة وطنية متخصصة بالمسببات المعدية ترجمة نانسي قنقر